يلا فيديو جديد الفيديو بتاعنا النهار ده كله طواجن هنعمل النهار ده الخضور وهنحطه في طواجن ينهر ابيل هتشم ريحة وطعم حاجة كده تحفة بما اننا بقى اليوم بتاع الطواجن النهار ده هنعمل رز معمر كمان اهم حاجة هنسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما تنسيشي اللايك وشير والسبسكراب عشان يوصلك كل جديد حل على النار وهنزل باللحمة شايفين كده اول ما بتغير لونها يعني هاقلبها كل شوية لحد ما تغير اللون على نارها عالية ما توطيش النار وانت بتحطيها سبتها كده على النار ومعايا بصلتين كبار هي يعني هم اتنين بس فيه كان نص وحدة بصلاية فهحطها كمان بصلتين كده وسط وهفرق منفر من نعم وحوالي خمس فسوس طوم هحط الطوم كمان مع البصل كله يتفرم وهنزل على اللحمة دلوقتي بس اللحمة بتاعتها سبها على نارها عالية وكل شوية هتقليبها شايف اللون اللي في الحلة ده اللي في القعبة بتاع الحلة ده اللي هيدي طعم حلو قوي لللحمة فضلت اشوح فيها لحد ما اخدت لون زي ما انتو شايفينها كده ما تقلقش خالص على نارها عالية وهتفضل يتقليب فيها هتنزل ميا يعني لو نزلت سويل بسيطة كده لان احنا معليين النار وهترجع تشربها تاني اي خضار بتعمليه ما تحطيش ولا زيت ولا سامنة كدر يعني هو يعني اللي انتو شفتها دي معلقة صغيرة خالص ان هي تحمر معي البصلة بس مش اكتر لكن ما بحطش اي ادام علشان الخضار بتاعك ما ينطرش الادام على الوش كده ويبقى تقيل لان اللحمة قريدي هتكون منزلة بيبقى فيها بعض الدهون فهتنزل دهون كمين والدهون دي اللي بتخلي تعمل خضار حلو فانت ما تحطيش سويل اضافية يعني من برة كتير هي معلقة صغيرة هسيبها كده لحد ما تصفر البصلة مش بحمر معي حوالي نص كيلو من الطماطم هدربهم في الخلاط لو الخلاط بتاعك مش بينعم الطماطم بتاحتك قوي فصفي الطماطم قبل ما تحطيها على الخضار لكن عندي الكابة هنا مشاء الله يعني بتفرمها فرم كويس هنزل بمعلقتين كبار من السلسة السلسة اليومين دول بدخلها مع الطماطم على طول لان يعني انتو شايفين الطماطم اسعارها غالية قد ايه بجيب برطمان السلسة بيقضين ايامة بصراحة بحط مع الخضار اللي بعمله هقول بقى التوابل حطيت ملح فلفل اصمر كزبرة نشفة وكمون وعندي الخلطة دي كنت جاباها مطروح حلو قوي حطيت زر الورد ده ومعايا كمان نص سجار من الارفة وحطيت معلقة صغيرة من البابركة وحطيت ورق لوري هي دي كل الحاجة اللي بحطها وكمان لو انت عندك جسط بشرة صغيرة كده حطيها بتخلي ريحتها حلوة هسيبها لحد ما تتسبك زي ما انتو شايفينها كده سيبتها تسبكت في اللحمة بعد كده هزود لها مية علشان اللحمة تستوي نص سوا قبل ما انزل بالخضار بتاعي سوي اللحمة بتاعتك علشان الخضار ما يتهرش كله هسيبها عندي في الحلة دي كويسة قوي هقفل عليها اهم حاجة قفلها كويس وخلي بالك منها لاني طلق البخار قبل ما تفتحيها هسيبها لحد ما تستوي سيبتها تلت ساعة هنعمل بقى الرز المعمر دي اش طبع جيبها حطها في الفليزر بتخلي تعمل الرز المعمر حلوة اوي بعد ما نزلت بالقشطة هنزل باللبن اللبن مغلي والفرن صخن فهنت هتحط البرام هيحمر معاك على طول زودت الباقي يعني شفت غطيت الرز اكتر يعني كان في دول فاضل التلت كده زودت مية وحطيت الملحة اللي بقى كويس وهحط الطاجن في الفرن هولع من فوقه من تحت اول ما يحمر هوره لك كمان وهو في الفرن اول ما وشه كده يحمر هكفي من فوق وهسيبه من تحت هنا خلاص بقول لكم شلت كده طلحت البخار خلاص من الحلة اقدر افتحها وقلب ما اتطمن ما ننسوش الدعوة بتاعت اخواننا في غزة ربنا ينصرهم يا رب وينصر الامة الاسلامية كلها لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده ربنا ينصرهم وينصر امة محمد جميع هنزل بالخدار بتاعي عندي تشكيلة كده هحطها فصولية مع لوبيا مع جزر فصولية خضرة مع بسلة وهحطها حسيت ان هنا المية او الشربة عاوز ازودها شوية مية مغلية ما تحطيش هنا او شربة مغلية اللي موجودة عندك لان اللحمة كده كده فيها شربة فزودتها لحد ما شفت المقدار اللي انا عاوزيه وهقفل عليها تاني عشر دقيق بالزبط وهطفع عليها وهتكون جاهزة معي هنا خلاص شايفين الطاجن جابه لكوا في الفرن اول ما فتحت كده طفيت من فوق لان زي ما قلت لكم ولاع من فوق ومن تحت اول ما طفيت من فوق وخلاص لقيته استوى طلحت وطلع طحفة زي ما انتو شايفينه الاشتم خليه اللون حلو والطعم كمان حاجة كده يعني مش عاوز اقول لكم لا جربوه وانتو تدوقوا الطعم وتشيموا الريحة طحفة بجد هحط لكم ان شاء الله لينك الفيديو اللي كنت عاملالكو تفاصيل الرز المعمر بحب احط على الرز المعمر سمنة وزيت حطيت كده يعني حوالي 3 معلق من الزيت وكمان معلقتهم كبار يعني من السمنة حلوين قوي كده حطهم على النار الرز بيبقى عامل وش يعني الطبق اللي فوق دي ممكن ما تخليش السمنة تنزل هنا بدوقوا بشوفوا يعني وانتو بتغرزيه كده المعلقة بتحسي بيه شايفة بعمل الحركة دي بتخليه السمنة تنزل كده فيه ويفلفل كله والرز كله يشرب من السمنة وبتبدأي يعني نغازات كده بتعمليها بالمعلقة علشان السمنة كلها زي ما قلت لك تنزل بس عشر دقية هدخله الفرن وخلاص هدفع لي هنيجي هنا للحمة خلاص طلعت مظبوطة واستوت وكمان يعني عاوزها السمك بتاحها كده كويس عندك عزومة صدقيني جربي الطواجن دي حطيها في الفرن مش بولع من تحت لأ بطفي من تحت وبولع الشوية بتاخد لون والله بتفرق بتفرق فعلا كمان لو عندك دفوة لحاجة كل طواجن كده وبتحطي كتعة لحمة اللي انت عاوزها في الطواجن وبتولع عليها الشوية يعني لو عملتها كمان من بدري وسبتيه في الفرن واول ما تيجي ترس السفرة بتاحتك هتولعها على لت سخنية وتطلع يعني تطلعي بقى ترسي كده يعني عاملة طواجن كبير والطواجن الصغيرة يعني لو حد خلص وعاس تاني الطواجن الكبيرة يبدأ ياخد منها لكن حلوة اوي جربيها انت لو جربتها كده مش هتبطلي تعمل الخضار بتاعك من غير ما تدخلي الله على الجميل شايفين شكله عامل ازاي والله لونه وطعمه ورحته زي ما انتوا شايفينه كده حاجة كده تحفظ والرز كمان جاهز معي كله طلع مع بعضه يعني مطلعك كله بقى سخن فهنا بقى الموجود هحطله يتغدى واللي مش موجود كلهم كانوا في الدروس للأسف لما يجوا ان شاء الله يتغدوا لكن فيه أنا وبنتي الصغيرة اللي موجودين هنحط بقى وهنتغدى على طول شايفين بقى الرز عامل ازاي لونه فاتح وحلو وكمان مفلفل شايفين طحفة ان شاء الله تجربيه ويطلع يعني سهل معاك فيه ناس كتير قوي تقولك بيبقى صعب ومش بيطلع مزبوط والله بيطلع مزبوط شوف الفيديو اللي هحط لك اللينك بتاع وان شاء الله هتعمليه وهيطلع مزبوط معاك من اول مرة على فكرة ممكن تعملي خضار من غير اللحمة عادي خالص انت لو عملت تشكلة الخضار دي والله يطعمها طحفة كلها مع بعضها جربيها كده وعمليها وحطيها في الفرن من غير اللحمة خالص بعد ما اتخلصيها حطيها في الفرن تاخد لون وجربيها كده وشفيها طعمها كمان هيبقى طحفة كده الفيديو بتاعنا خلاص خلاص زي ما قلتلك أنا وبنتي بس اللي هنتغدته فهيغرف طبقين بس يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكو ويكون بسيط كده لو عجبكو ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسابس كراب عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم ان شاء الله على خير مع الفي سلامة